أهلا بكم الغدة الدراقية هي المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم من خلال إنتاج الهرمونات وخاصة هرمون الغدة الدراقية لذلك يؤثر عطلها على الجسم كله مما يعرض الصحة العامة للخطر توجد طريقة فعالة للغاية لعلاج أمراض الغدة الدراقية تابعونا للنهاية إذا لم تعمل هذه الغدة بشكل صحيح فسيتأثر الجسم بأكمله لأنها تتدخل في تنظيم عمليات الغدة الصماء المتعددة مثل توازن الكالسيوم والتوليد الحراري والسهلاك الأكسجين وكذلك نمو وتطور الجهاز العصبي المركزي بالإضافة إلى ذلك تتدخل الغدة الدراقية أيضا في تنظيم أنماط النوم وتوافر الطاقة خلال اليوم فإن علاج الطراب الغدة الدراقية عادة ما يكون معقدا للغاية حيث يتضمن جراحة كلية أو جزئية للغدة ومع ذلك يمكنك في بضع خطوات حل هذه المشكلة لقد ترك هذا العلاج الطب العلمي دون كلام إنه علاج بسيط يستند إلى سلسلة من الخطوات التي يمكنك تطبيقها حتى لو لم يتم تشخيصك بمشكلة الغدة الدراقية أولا تجنب الوغلوتين يتم توزيع الوغلوتين على نطاق واسع في العديد من الأطعم ومع ذلك في محلات السوبر ماركت والصيدليات هناك ممرات ورفوف مع منتجات غذائية خالية من الوغلوتين إذا قمت بإزالة هذا المركب من نظامك الغذائي المعتاد فستشعر بالتحسن على الفور ثانيا أكل خضروات البحر الأعجاب البحرية فعالة جدا في علاج الغدة الدراقية حاول دمجها في قائمة الأطعمة ثالثا استخدم زيت جوز الهند يعتبر الزيت النباتي فعالا جدا للحفاظ على صحة الغدة الدراقية وكذلك لتحسين عملية الأيض وفقدان بعض أرطال إضافية أضفه إلى صلاطاتك أو حتى شرب معلقة يوميا لأنه أمر جيد لصحتك رابعا استهلك الأطعمة الطبيعية فقط يجب أن يكون نظامك الغذائي متنوعا وغنيا بالألياف والخضروات والأطعمة الصحية تجنب المنتجات المصنعة والأطعمة السريعة خامسا استهلك فيتامين ألف فيتامين ألف ضروري في صحة الغدة الدراقية يمكنك دمجها من خلال النظام الغذائي أو مع مكملات الفيتامينات في شكل كابسولات أو مشروبات قد يكون التغيير في نمط الأكل أكثر من كاف للحفاظ على صحة الغدة الدرقية إذا وضعت هذه النصائح موضع التنفيذ فلن تندم عليها ربما تكون هذه النصائح البسيطة هي كل ما تحتاجون إلي هل كنت على علم بهذه المعلومات؟ أخبرونا في التعليقات ونشكركم على المشاهدة وللمزيد اشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء